السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة باغادي ديوغو كنت منا تكونوا كدوزون هارزوين إلي عجباتكم الوصفة دي اليوم ما تنسوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة بضغطة بسيطة باش تجعوني أنني نستمر وتستمر القناة الوصفة دي اليوم هي باناكوتا بالفخاز ان دي سيغ ايطاليا كي يجي راقي من ناحية الشكل والديد ورائع من ناحية الماداق غادي نحتاجو بالنسبة للطبقة البيضاء خمسة وسبعين جرام سكر سينيدة أربعة جرام أوراق جيلاتين ساشي دي السكر فاني إلا كان فاني طبيعي غادي يكون ألد ميتين وخمسين ميليليتر ديالك خيم فخيش ما غاستعملوش هاد البوطات بجوج غا نعبرو فقط ميتين وخمسين ميليليتر وغا ناخدو ميت ميليليتر حليب بالنسبة للكولي ديال الفخيش غادي نحتاجو خمسين جرام سكر غلاسي 300 قرام فخيش ومعلقة كبيرة عاثرة الحامض أول حاجة غا ناخدو إنا غنوضعو فيه المبارد وغنرطبو فيه أوراق الجيلاتين أنا عبرت 4 قرام عطاتني هنا ثلاثة ديالوريقات غادي نخليهم ومشي ونحضرو الطبقة البيضاء غادي ناخدو للكخيم فخيش نوضعوها في كاسرونة ونضيفو عليها الحليب ثم غنضيفو سكار فاني غنخلطو مزيان بالفوي وغنوضعو الخليط فوق نار متوسطة ما غاديش نحتاجو أننا نغليوه غير يبدو يبانو لنا الفوقعات غنطفو عليها النار من اللي نضيفو النار على الخاليط غنصفو أوراق الجيلاتين من الماء وغنوضعوها في الكاسرونة ثم غنخلطو مزيان بش تدوب كنأكد أن النار طافية من اللي نضيفو أوراق الجيلاتين تكون النار طافية غنخلطو مزيان وغادي نصفيو الخاليط دياننا كما كتشوف ثم غنمشيو نحضرو الكووس اللي غنكبو فيها الباناكوتا أنا خديت هاد الومول غادي نحط فيه الكيسان بشكل مائل بش يعطينا الشكل اللي شتو في أول فيديو استعنت بهاد البابي بش نتبس به الكيسان ما يتحركوش وغادي نكبو الخاليط دياننا غير بشوية حتى نكملو الكيسان كلهم ونخليهم يبردو مزيان ويجمدو حتى تقصاح هاد طبقة البيضاء وغادي نمشيو نحضرو الفخيز أنا حطيت هنايا الفخيز في ميقلاس قطعتو قطاع صغيرة وحطيتو على نار متوسطة من اللي بدي يطلق الماديالو غادي نضيفو السكر غلاسي ونخلطو مزيان ثم غادي نضيف معلقة كبيرة ديال عصيرت الحامض ونخليه خمسة ديال دقيق ونتفعليه العافية نخليه شوية يبرد ثم غنكبوه في خلات كهربائي ونتحنوه مزيان بعد ذلك غندخل خاليط للتلاجة من اللي قصحت لنا هاد طبقة البيضاء كيما كتشوفو ضروري انها تقصح مزيان غادي نكبو الكولي ديال الفخيز انا زينت بقطع ديال الفخيز ممكن تزينو على حسب الرغبة ديالكم شكرا على